إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضلنا ومن يذلل فلا هاليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ألا صلِّ وسلِّموا عليه كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُطَاجِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِلًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْيَهَا وَبَسَّتْ مِنْهُمَا رِجَانٌ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاهوا العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سرير الحساب قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مريم فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وأمه من في الأرض جميعا إباد الله لا يمكن للمسلمين أن يتميز بدينه الحق الذي هو دين الإسلام ثم يتشكل بدين غيره وينتقن بين شعائر الأبيان الأخرى لذا فقد تبرأ صلى الله عليه وسلم من المتشبهين بغير المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهو رقم طبيعي فكيف يكون منا ويتشبه بغيرنا عن عبد الله بن عمر قال تعالى يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيُنْسِبُونَ لِلَّهِ وَلَدَهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدَ وَقَالَ تَعَالَى أَنَّا يُقُونَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبًا إِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْ تَشَبُهِ الْكُفَّارِ وَإِنَّ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ تَهْرِئَةُ الْكُفَّارِ بِأَعْيَادِهِمْ وَهَذَا مُنْكَرٌ عَزِيمٌ وجرم كبير لأنه نوع ردا بما هم عليه من الباطل وإنخال السرور عليهم إِبَادَ اللَّهِ ينبغي توقف على بعض الأمور ينبغي التنبيه على بعض الأمور تهدنهم بشعال الكفر محتز بهم حرام قال إن القيم رحمه الله وَهَذَا بِاتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُهَنَّؤُوا بِأَعْيَادِهِمْ فَقَالَ مَثَلًا تَقُونَهُ عِيلٌ مُبَارَكَ عَلَيْكَ أَوْ تُهَنَّوا بِهَادَ الْأَيْدِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا إِنْسَنِ مَقَائِنُهُ مِنَ الْكُفْرِ لا شك أنه لا يصف إلى الكفر فهو من المحرمات وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيمِ وَالْهِيَازُ بِاللَّهِ لأن تهيئة الكافر في أيده فأنت تهنئه بأن الله ولده كأنك تكرّ ذلك تكرّ عليه ذلك كأنك تعاونه على الإسم والعدوان وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان فهذا الشخص يعتقد ويؤمن بأن لله ولده فهو صبب هذا العيد يحتفل بهذا العيد يحتفل يوم ميلاء ابن الله وتهنئ على ذلك تقول له عيد مبارك مبارك عليك أنك الله ولدك يا سبحان الله تكرّ عليه ذلك مبارك عليك يا فلاد بأنك الله ولدك فلازم هذا الكلام تكفر بالقرآن تكفر لله عز وجل الذي قال في محكم تنزيله لم يلم ولم يلم حتى تكاد السماوات والأرض يتفتّرنا من هذا الأمر تكاد السماوات والأرض يتفتّرنا من هذا الأمر وهو نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وانت في هذا اليوم تهدئه ثم تقول لا هذا لا بحسانه حتى هذا الكلام فقط لكن تأفق لا لا هذا باطل تعامل هو على الإسم والأدوان وتعامل هو على الكفر والبهداء فبعض الناس العادفية تجعله يعني تجعله مخرجا لا هذا ما في مشكلة هذا أمر عادي يعني هذا شيء يعني أن نبي صلى الله عليه وسلم تعرف مع الكفار سبحان الله كانوا لا يعرف مع الكفار تعرف معه في الدنيا أو في أبل الدين نعم كان يتعامل مع الكفار في أمور الدنيا فحسب هل نبي صلى الله عليه وسلم فرد أنه في المدينة واليهود كانوا في المدينة هل ثبت يوم من الأيام أن نبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه هددوا اليهود من حياته؟ لا وكلا وبعض الناس الحياة يجعله يهدمي يقول لا إذا لم أفعل هذا الشيء يعني أستحي أن لا أقول له هكذا وهو في عيد المسلمين يهدموني لا حياة في الدين لا حياة في الدين هل أنت في وقت السلام أقول أستحيي أسلي أستحيي أسوق أستحيي أتبضى أستحيي أفعل وأفعل وأفعل لا كيف تستحيي من أمر منهي عنه؟ كفر نسبة الولد إلى الله كفر فكيف تهدئ الإسهاد؟ بهذا أين؟ يحتفل بعيد مورده من الله سبحان الله إباة الله هناك بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذه الأعيات يحسن التنبيه عليها ومنها أولا لا يجوز تهدئة كفارة بأعيانها باتفاق العلماء وإذا هل نقونا بأعيانهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست من أعياننا ولأنها أعياد لا يرضى الله سبحانه وتعالى وقد قال تعالى ولا تعاونوا عن اسم والحبان هذا الشيء أول الشيء الثالث لا يجوز للمسلم أن يهدي لمسلم لمسلم آخر هدية بمناسبة هذه الأعيات ما قلت أن تهدي للكافر في يوم عيده وحتى المسلم لا يجوز أن تغطيه هدية بمناسبة هذا العيد عيد الكفار ولا يجوز للمسلم حيثاً أن يهدي لغير المسلم في يوم عيده من أعياده هدية باتفاق العديد أن تغطيه هدية بمناسبة يوم عيده وإذا كانوا بمناسبات أخرى أيام عادية لا بأس عليها لأن أول المخطار تغطيه إلى كافر كلها لكن في يوم عيده في يوم عيده أن تغطيه هدية في يوم عيده فهذا محرم باتفاق العلماء كما نقل ذلك ابن غيم وابن حجر ذلك الشيخ ابن رحمه الله وإذا كان الهدية أيضاً مما يستعان به على الاحتفال إذا كان هذه الهدية التي أعطيتها لغير المسلم في يوم عيده إذا كان هو يستعان به على الاحتفال كالتعاب ونحبه فهذا أيضاً محرم ثالثاً يجوز للمسلم أن يهدية الكافر والمشيء بقصد تعليفه وترخيمه في إسلام هذا يجوز مطلقاً لكن بمناسبة يوم عيده فلا يجوز للمسلم أن يهدية الكافر واضح هذا الكلام نعم وقد أهدى أمر على صحة كل الكافر يأخذ في أيام عالية ليس بمناسبة أعيامهم رابعاً إذا أهدى إليك كافر هدية جاغب المسلم قبولاً تعليفاً لقلبه وترخيباً له في الإسلام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار كهدية مقوقس وغيره قال صفحة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية مقوقس وهو من أحد الملوغ وقبل هديته وإذا جاءت الهدية من الكافر في يوم عيده فلا حمد بالمسلم قبولها الصحيح ولا يؤمن ذلك من المشاركة كما نقل ذلك ابن تيمي رحمه الله أما أن يهديه المسلم أن يهدي المسلم الكافر هدية بمناسبة يوم عيده فهذا باتفاق العلماء أنه لا يجوز لأنه تشجعه على ذلك وتقره على ذلك وتقر بنسبته إلى الله الولد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياده لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأصلاف الله لولده ونساء المسلم فاستغفره بكل ذن إنه رغفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشهد خط محمد من أحمد الله ولا آله وصحبه لهم إذا يا إخوات الخلاصة فيما سبق من الخطبة الأولى أنه باتفاق العلماء لا يجوز للمسلم أن يهدي الكافر في يوم عيده ولا يجوز له أن يؤديه هدية بمناسبة يوم عيده سعود كان من التعامل أم الشرابي وحتى إذا كان التعامل حلالا فما بالضب الحرام والله يذكر لي أن بعض المسلمين هنا في رغمنا في يوم الآيين يهدون إلى الكفار الخرم سبحان الله تعظم إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا نحن؟ أنت لا يكفيك فقط الهدية العادية بل هدية المحربة أين نحن يا إخوات؟ أين وصيلة؟ إنما الخمر والميسر والأسلام والأسلام رجس من عمل الشيطان فاتلقوا وقال صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنت منهي عن أمره منهي عن الهدية في يوم الآيينه ثم ترتكب جريمة أشد تهديه المحرب نعوذ بالله نسأل الله السلام وطبعا فيه إباب الله معاشر المسلمين إن من يهدئ المسلمين بأين فيلاد المسيح مع علمه بما يعتقدونه فيه فكأنه وافقهم بأن لله له ولده والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أبعا إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن تفوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن لا يقول له ولده له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن إبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزينهم من فضله ومن الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الرحمن الرحيم إن الدين إن الله الإسلام ومن يمتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاصرين وقال تعالى طره الله الحق الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو الأحق اللهم أهدنا في من هليت وعافنا في من حفيت وتولنا في من توليت وبارد لنا فيما عاطيت وقراء وصلف عنا شر من قد شر ما قضيت اللهم أهدنا وهد آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا ربنا لا تدر في مقامنا لا تدر في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا كافلا إلا أصدبتا ولا جاهلا إلا تديتا ولا حاجة في الحوالي الدنيا والآخرة للك فيها رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أخو الرحيمين اللهم يا مقلب القلوب تبقل قلوبنا على دين الإسلام اللهم يا مقلب القلوب جنب قلوبنا أن حب أليان بين الإسلام اللهم تهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأزلتنا من الكذب اللهم نصر إخوانا للمشتدع فينا في فلسطين اللهم عينه بياء الله اللهم عينه بياء الله اللهم انصرهم على الأعضاء اللهم رجل الأقصى إلى أيدي المسلمين رباد الله إن الله يأمر بالعمل والحسان وإداءة القربة ويرهى عن الفحشاء والملكة يعيذكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم واشكروه على النعم يذكركم والذكر الله أكبر والله يعلمنا تصنعون شكرا 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 شكرا